يبدو أن هناك حالة شبه إجماع على أن مانشيني لم يقدم شيء على المنتخب أقول شبه إجماع وليس إجماع كامل من الممكن أن أرأت تباين حول مانشيني أنت إلى أين تسير بوجود مانشيني واستمراره مع المنتخب وبما قدمه حتى الآن منذ أغسطس 2023؟ لا عبدالله أنا لست مع استمرار مانشيني مع المنتخب يعني بعد مباراة البحرين بكل تأكيد حتى لو فاز منتخب سعودي على المنتخب البحرين لسببين واضحين سبب الأول أنه منتخب سعودي مع مانشيني ليس لديه شكل ليس لديه يعني سلوب واضح للعب ولا طريقة واضحة للعب لذلك هو فريق مجتهد واللعبين يعني يريدون تقديم الكثير لمنتخبهم ولكن في حالة من الفوضى الموجودة الفنية وتغييرات كثيرة أثناء المباراة وقبل المباراة لعبين يتم استدعائهم ولعبين أساسي لا يتم استدعائهم يعني كثير من الأشياء التي تدل أنه ما فيه نسق واضح ما فيه تفكير استراتيجي واضح هذا السبب الأول اللي هو السبب الفني يعني داخل الملعب ما فيه شكل للمنتخب وحتى لو انتفزت مباراة مبارتين لأن اللاعبين أيضا يستشعرون هذه يعني عظم المسؤولية وهذه شفناها في المنتخب في سنوات كثيرة أنهم يظهرون بشكل قوي جدا السبب الثاني ولكنها ليست نتائج فنية السبب الثاني وهي حالة التقليل الكبيرة اللي في خطاب منشيني للمنتخب يعني دائما يقلل من المنتخب وهذه مشكلة كبيرة عندما لا يثق المدرب في اللاعبين عندما لا يثق في المنتخب عندما يتحدث يقول هذا ماضي المنتخب كان عنده تاريخ ويس بس هذا ماضي يعني ما يتحدث عن ثقته في المنتخب ونقادر على التأهل على العكس في كل مباراة خطاب الاتحاد السعودي دكتور خطاب الاتحاد السعودي بعد كل مباراة هل هو خطاب يشعر منشيني بأنه يحتاج إلى مناقشة يحتاج إلى محاسبة أو تشعر بأن الاتحاد السعودي مستسلم لمنشيني وخطوات منشيني مع المنتخب السعودي خلينا أقول لك ما قاله الكابتن صالح المطلق صالح المطلق البارح يعني شخص الموضوع بشكل رائع جدا ومن داخل الملعب ومن شخص خبير جدا هو قال بكل بساطة أنه الاتحاد السعودي أو متخبي القرار في الاتحاد السعودي يعني غير قادرين على مناقشة منشيني لسبب واضح أنهم هم مندهشين بهذا المدرب الكبير واللي للتاريخ كبير ولديهم حالة من الانبهار بهذا المدرب ولا يستطيعون مناقشته معقولة دكتور معقول دكتور بغض النظر عن تشخيصه صالح بس يعني اتحاد سعودي بهذا الحجم وهذا التاريخ فقط ينبهر لأنه منشيني موجود يعني أسماء كثيرة مرت على المنتخب السعودي وتدريبه منتخب السعودي معلش معلش هو هذا المدرب هو المدرب منتخب الآن وهذا الاتحاد هو اتحاد اليوم يعني نحن نتكلم ليش هم ما يناقشونه هم ليش ما يقيمون المدرب ليش ما يقولون والله عندنا مشكلة ليش هم راضيين بالهزيمة من المنتخب اليابان ويعتقدون مستوى المنتخب كان جيد هذه اللي أقول لك ليش الفكرة الأساسية أنه أنت عندما لا تستطيع أن تناقش المدرب عندما يستمر المنتخب بنفس الشكل أنت تحاول تجد تفسيرات وأنا أعتقد أنه كبت صالح هو خير منفسر هذا الموضوع لسبب بسيط أنه منتخذ القرارات ما عملهم لعبه كورة فهذول لا يستطيعون تقييم أصلا الأداء الفني للمنتخب ولا أي شيء يقوله منشيني هم يأخذونه وتشوفه تكرار هو صدى لما يقوله منشيني هو يقوله الاتحاد سواء كان رئيس الاتحاد العزيز ياسر المسحل أو الخطاب الإعلامي للمنتخب هو تكرار لما يقوله يعني المدرب أنه تاريخ شيء الحاضر شيء اللعبين صغار لم يحقق المنتخب أي إنجازات خلال الفترة الماضية منتخبات كثيرة أخرى لم تحقق إنجازات يعني هو خطاب وننافس على المركز الثاني وننافس على المركز الثاني يعني هذا في النزامية أنا بسأل عن التعالي بسأل عن التعالي دكتور هل فعلا منشيني تشعر بأنه متعالي على هذا المنتخب يتعامل معه يعني منذ أول يوم أو أول تصريح له حتى الآن تشعر بأنه يقول يعني إن صحة العبارة هذا منتخبكم ما قدر أسوي لكم شيء تشعر بأنه فعلا هذا خطاب منشيني صعب يعني أحدث بالضبط هو ليش يتكلم بهذا الكلام ولكن نحن نقول ردة تفعلنا لهذا الكلام هو ما قاله خلال الفترة الماضية هو في حالة من التقليل أو عدم الثقة واضح يعني أنه ما يثق في اللاعبين أنه نقادرين على تحقيق النتائج الكبيرة أو لو رجعنا لتاريخ المنتخب السعودي لسنوات طويلة لو وجدنا أنه حقق دائما إنجازاته تصير من أصعب الطرق ودائما يتغلب على مشاكله ومع مدربين حتى أقل من منشيني يقدر أنه يصل لنتائج غير عادية حقق آسيا ثلاث مرات ووصل للنهاية ست مرات كاس العالم يتأهل ست مرات يعني ويتأهل للدور الثاني من أول مشاركة هي كلها لسبب بسيط أنه عندك لاعبين عندهم الخبرة عندهم الروح والقتالية ودائما ما يتفوقون على أنفسهم ولكن عندما يأتي مدرب يعتقد أن منتخب أصلا هذا هو مستواه وأنه الخروج أمام منتخب اليابان بـ 2-0 هي نتيجة مرضية وهو راضي عن الأداء والاتحاد راضي عن الأداء هنا أنت تجد عندك مشكلة لليش أنا رجعت للكبتال المشكلة صح نحن ما ندري صح المشكلة يا دكتور يعني ليست في مباراة اليابان وحدها يعني هذا المدرب لم ينجح معه المنتخب السعودي في الفوز على وندونيسيا في جدة لم ينجح معه المنتخب السعودي في أيضا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأردن في التصفيات يعني تراكمات من يقول بأن اليابان أفضل منه اليابان بكل تأكيد أن المستوى أفضل لكن هل ما قدمه منشيني من أغسطس 2023 تشعر بأنه فعلا مدرب يصعد بهذا المنتخب أو أنه مدرب مكانك راوح عبدالله لما المنتخب السعودي لما فاز على المنتخب الياباني بهدف فراس البريكان كان المنتخب الياباني أفضل تصنيفا وأفضل من المنتخب السعودي من ناحية الفنية ولكن منتخب السعودي فاز لما سجل هدف فهد المولد يعني الله يشفيه ويعافيه آمين وتأهلنا لكأس العالم 2018 كان المنتخب الياباني أفضل منتخب السعودي ومع هذا في 2022 منتخب السعودي تصدر مجموعتها وهو أقلهم أقل من الإسترالي وأقل من الياباني ولكن لا مارفك ولا رينارد قالوا أن المنتخبات هذه أفضل منتخب السعودي على العكس آمنوا بأن المنتخب السعودي قادر على أنه عنده روح غير عادية المنتخب السعودي الذي يرى التاريخ يجد أنه حقق نتائج لم تكن متوقعة فقط لأنه اللاعبين عندهم هالروح وعندهم هالعزيمة وعندهم هالتراكمية الكبيرة وشخصية غير عادية المنتخب السعودي يعرفها خصومها أكثر حتى من نحن أخذناها كمسلمات ولكن خصوم المنتخب السعودي يعرفون مدى صعوبة هذا المنتخب لكن نرجع لمانشيني مرة أخرى الكلام اللي قاعد يقوله مانشيني هو إحباط للعبين قبل ما يكون إحباط للجمهور الجانب الآخر والأكثر أهمية أنه عندها مشاكل وهو ما هو قاعد يحل هذه المشاكل هو غير قادر على التسجيل وهذا واضح هو حيران وبين الخمسة ثلاثة اثنين وبين الأربعة ثلاثة ثلاثة يعني ما زال إلى اليوم هو حتى لما بيغيرها هو يغيرها عشان استجابة لضغوط الجماهير زي ما هو قال في المؤتمر السحبي يتم عاد في الشرط الثاني وغير ورجع لقناعاتها القديمة فهذه مشكلة كبيرة ليش الشارع الرياضي أو الجمهور متضايق لما يعني الأول مرة نشوف الجمهور المتخب السعودي من دقيقة 82-83 يمشي ترى كان فيه حالة من الثقة في المتخب السعودي مو أنه ما فيه ثقة في المتخب السعودي ما فيه ثقة في مدرب منتخب السعودي اللي أوصلنا أنه منتخب غير قادر على ردة الفعل على الأكس وقال حين آخر 20 دقيقة وقفنا يعني هذه ما يقولها يعني مدرب هو يبغى يرمي طبعا اللوم والأعذار على الأندية أنه اللاعبين جاييني مش جاهزين فكل شو نفوس فهو مع الأسف ما يفكر في حل المشاكل هو يفكر في أعذار لهذه المشاكل وأعتقد أن هذه ما رح توصلك حتى رفز على البحرين حتى لو تهدت لكاس العالم يعني بهذه العقلية أنا ما أعتقد أنها عقلية تقود المنتخب لإنجازات جديدة هي عقلية يعني محدودة ولن تذهب مع المنتخب أيضا مرحبا بكم متابعي قناة الكرة العالمية نتعرف معكم في هذا الفيديو على مانشيني يستدعي نجم الأهلي لمعسكر الأخضر استعدادا لمواجهة البحرين وقبل متابعة التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتنا قرر الأيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي استدعاء لاعب الأهلي لمعسكر الأخضر استعدادا لمواجهة البحرين في تصفيات كأس العالم الفان وستة وعشرون استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الجمعة في معسكر جدة استعدادا لمواجهة منتخب البحرين في التصفيات لأسيوية المؤهلة لكأس العالم ويلتقي الأخضر مع نظيره البحرين يوم الثلاثاء القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديالي واستدعى مانشيني اللاعب علي مجرشي لمعسكر الأخضر المقام في جدة واستبعد المدرب الإيطالي اللاعب سعود عبدالحميد بسبب الأيقاف بعد حصوله على انذاريني جدير بالذكر أن الأخضر قد تعرض للهزيمة أمام اليابان بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وعيشون وعيشون